ترأست سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة الاجتماع الأول للجنة اختيار الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني مؤكدة على تشرف البحرين لجمع كوكبة من الخبراء في المجال الطبي لهذه الجائزة رفعة المستوى وقدمت وزيرة الصحة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على مبادرته الكريمة التي كان لها الأثر الكبير على نفوس الأطباء البحرينيين وحصلت على إشادة دولية وإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية وناقش الاجتماع الافتراضي الأول للجنة اختيار الفائزين بالجائزة عددا من المواضيع والتي جاءت على أجندة الاجتماع الأول والمتضمن إنشاء وتشكيل أمانة الجائزة ولجنة اختيار الفائزين بالجائزة ومهام هتين اللجنتين والنظام الأساسي للجائزة كما تم استعراض الجلوة للزمانية المقترح لاجتماعات اللجنة وعمالها والتطرق إلى استمارة المرشحين ومعايير التقييم لعملية اختيار الفائزين